جميل في الإخراج وأنا أقلب في صفحات تفاصيل الحلقة حسيت أنه أسئلة اللي كاتبها المعد إنسانية وأني هم من التفاصيل الضيف بس خلونا نشوف الضيف وشو نطلع منه تابعوا تفاصيل حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج تفاصيل تفاصيل هذه الليلة ستكون مختلفة مع نجم ثم انتقل إلى تخصص ثم تميز في إدارة كثير من الإنجازات أو انصح المعنى في مجال التنظيم أو مجال الإعلام الجميل ما أدري يقول المنظم ولا الممثل ولا الإعلامي ما شاء الله تبارك مجموعة من إفداعات الأستاذ نايف الكرشمي مساك الله الخير يا هلو سهلا أبراهيم يا مرحب أخاف يقولون سبع صناع بس بسم الله عليك أنترح تعدى أسمعي أشدونك بس الله أحييك يا مرحب نايف قبل ما نبدأ معك حنعرض لك صورة طبعا برنامج تفاصيل حننتكلم كل التفاصيل وحننتكلم بكل الشفافية صقفنا عالي شوي وفي نفس الوقت أنا أعرف أنه نايف ما شاء الله صريح ولا يحب المحابات أو التطبيل أو المجاملة في فترة من الفترات نايف حكم تخصص كإخراج احنا ما تكلمنا عن العمل اللي تعمله الآن الحالي هو القطاع التنظيم تنظيم المعاظم ومؤتمرات بنتكلم عن نظرة إعلامي وانت اليوم في أحد أو إحدى جمعيات المتخصصة بالإعلام بس برح تكلم عن الجمعية باتكلم عن أنت أنت صدرت أحد المنابر وتكلمت أنه نحتاج قناة متخصصة للأطفال لأن المحتوى فوضة في اليوتيوب وغيرها طيب نفذت الجهات الرسمية في موضوع أخذ رأيك بعين اعتبار أو لا؟ أول شيء يا إبراهيم أنا ما قلت نبغى قناة أنا قلت نبغى قنوات قنوات اليوم اللي قاعد يصير في الفضاء وخاصة فيما يتعلق في الطفل والطفولة أعتقد أن عنده في شكلية كثيرة في المحتوى شكلية كثيرة أنا أعتقد لي فاتحين قنوات اليوم يقودون يدور المرابح على حساب الطفل وحساب الطفولة وحساب التربية ومعنده مشكلة حتى اليوتيوب؟ حتى اليوتيوب حتى اليوتيوب يعني أنا من الناس الذي عيالي تابعون اليوتيوب وتابع معهم أحاول أشوف شيء مفيد ما فيه هي مجرد طرايف مجرد واحد يتابعونه لأنه يضحك يعني ما في فائدة ما في مادة وهذه مشكلة ترى يعني الجيل الجديد أنا أعتقد أنه يبعاني طبعا الجيل الجديد مختلف عن الجيل القديم الجيل الجديد هم جيل التكولوجيا جيل التقنية جيل اليوتيوب فالله يعينهم نتكلم أنت أحد أعضاء جمعية إعلاميون وهل جمعية متخصة بالإعلام والمحتوى نتكلم الآن هل أنت مشاهد ومطلع لسلسلة من إيقاف العديد من المشاهير والإعلاميين وكذلك أصحاب المحتوى الفارغ والذي يختشون الحياة خاصة الذين يتعابلون مع الصغار السن أو القاصر من أي عنصر طبعا أنت الآن كجمعية إعلاميون وش دوركم في هذا المجال ومش أهداف أصلا جمعية جمعية إعلاميون هي جمعية تقريبا قبل ما تكن جمعية كان اسمها ملتقة إعلامية الرياض لها تقريبا 17 سنة أسسناها من استراحة كان لنا هدف ذلك الأيام أن العلاميين يجتمعون أن العلمين يساعدهم بعض أن العلمين يصير لهم مكان يعني يستفيدون منه فسبحان الله بعد سنوات هذه صار أسسناها وصارت جمعية رسمية تحت مضلة وزارة العمل وش دورها؟ دورها أنها مضلة الإعلاميين دورها أنها تساعد الإعلاميين تدرب الإعلاميين لا هدف أنه اليوم ما في مضلة الإعلاميين يعني إعلامي أنت عندك اليوم أنت في جريدة مثلا صحفي بكرة تترك الجريدة وإن مضلتك تذهب للجمعية يا السلام الجمعية هذه تقدم لك مثلا دورات تقدم لك استشارات الدور الزمل اللي محتاجين تفزع معهم هدفها سامي بصراحة وهي خدع طبعا مثل هذه الجمعيات هي ذراع مهم وهي ذراع من القطاع الثالث وهي ذراع مهم للبلد يعني المفرض أنها تكون من الجمعيات النشطة وهي كذا أحد أعضاء منظمون بدأ في مرحلة القروب واليوم أصبح من القروبات الواتساب وأيضا انتقل لمرحلة الجمعية والتأسيس وكذلك المتابعة وتأهيل كثير من الناس متخصصين نايف بكل صراحة أنت الآن صاحب الشركة وشركة مجموعة في شركة مفيد لتنظيم المعارض ومؤتمرات اللي قدمت كثير من المعارض ومؤتمرات على مستوى كبير في المملكة والخليجية وفي القطاعات الحكومية وفي القطاعات الخاصة اليوم كثير من الناس سواء عنصر نسائي أو رجال دخلوا في ذا المجال مطفين النور ما يفقهم في مجال التنظيم ودخلوا في تنظيم معارض صار في تدافع صار في حشود صار في أخطاء صار في عدم عدم السياسة اللي ترغب فيها إدارة التنظيم معارض السفتي معدوم أنتم وش رسالتكم من اللي داخلين في هالمجال زي اللي هبه وهبت السياحة استقطاب الفيز من بره أنتم الآن كأصحاب خبرة أبيك تتكلم إن شاء الله من تبحاثت أحد بس تتكلم أنه هذا اللي صاير عاجبك كخبرة طبعا طيب أنت وش رسالتني عن إعلاميون عشان بس ما يصير فيه لا نتخلق لجاء تنظيم إعلاميون لأنني أنا أساسا مخرج وتخصي إخراج تلفزيوني ويداعي صحيح وأسسنا مع الزملاء جمعية إعلاميون ونعظم الجسدارات أنت أصلا إعلامي أنت يكفي أنك أنت مؤسس أحد برامج أشهر برنامج في الشرق الأوسط برنامج وابفكار والذي حصل على وتوج في كثير من المناسبات والمهرجانات ما يحتاج تاريخك كبير جعلك تسلم الموضوع الثاني منظمون لأنني أنا منظم وعندنا شركة أنا زميلي وحو يوافل قحطاني لأننا تقريبا عشر سنوات في السوق اجتمعنا مجموعة من الزملاء وقلنا المجال هذا يعاني المجال هذا عنده شكالية كثير المجال هذا فيه دخل فلازم النظمة عندنا هاجس فروحنا نجتمع على الجهات المختصة قبل ما نكون جمعية أسسنا قروب واتساب فصرنا نخدم زملائنا من خلال الواتساب نعطيهم نصايح نخليهم يتشاورون بينهم نخليهم يقدموا الخدمات البعض والحمد لله صار فيها يعني استجابة واستفادة في العالم بعدين أسسنا الجمعية والآن الحمد لله صدر تقريبا ترخيصها الرسمي وإحنا مؤسسين أربعة أو خمسة أنا ورسد خادر البازو بسامة شدادي وأبو بدر العجاجي الهاجس الذي عندنا أنه هالمنظمين كل ما يحتاجون يلقونه فيها الجمعية اليوم إبراهيم وإنتيمكن هذا الشباب الذي فيه المجال مبدع المجال عندنا فيه فوضى فيه فوضى فيه دخل فيه ناس ما لا علاقة لذلك متذبذب فيه شركات كويسة يعني وناجحة وقاعد تقدم شغل كويس وفيه شركات ما تمرك إمكانيات ما عندها إمكانيات وفيه ناس من بيوتها تشتغل وفيه ناس متسترين وهذه مشكلة يعني تخيل نصف صليب السوقي إبراهيم متسترين متسترين آخذ ترخيص فلان وقاعد يشتغل من بيته ولا له علاقة في المجال شاف المجال هذا مربح شاف المجال هذا في دخل كويس فغير الظاهر صنعته من سباك وصار شسمه منظم والله فشي شي غريب بذلك هالجمعية إن شاء الله أنها بتكون هي المظلة لجميع المنظمين والحمد لله اليوم تحت المظلة الجمعية هذه تقريبا حوال 500 منظم منظمة يستفيدون من خدمات هتكشفون هتكشفون أوراق المتسترين من الأشياء نحن طبعا بالعكس حريصين على كل إخواننا سواء السعوديين أو السعوديين لكن نقول رتب نفسك مثلك مثل غيرك ضبط أمورك أنت اليوم وتستر أنت اليوم مالك علاقة في المجال يا أنك تنسح بهدوء أو أنك تضبط أمورك وترطب أمورك الدولة جهازتها كلها شغالة لاستقبال الناس اللي عندهم مشكاليات وعطاء التصاريح وعطاء الترخيص وإحنا اليوم لازم نكون جزء من سياسة الدولة بلسان المنظم نايف الكرشمي أحد المتخصصين في المجال له بعض طويل لسان المنظم أنت اليوم تمثل جميع المنظمين في حلقة في برنامج تفاصيل بعد أو احنا في مرحلة الوباء المتفشي توقف كثير من الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض انضروا صار في تقشف صار في ضعف في الانتاج صار في بعض العمالة واللي يشتغلون بالشركة ما أصرفت رواتبهم من الجهة اللي تحمي هذا النطاع أوشي الحمد لله على كل حال وإن شاء الله وباء وزايل إن شاء الله قريبا بإذن الله متفائلين اثنين أول ناس تضروا من هال اللقاف أو هالحضر أو هالمنع المنظمين لأنهم اللي يقدمون خدماتهم للجمهور فاليوم الجمهور ما يدخل اليوم وقفوا كل النشاطات فتضروا المنظمين يمكن أكثر الناس متضرين اليوم في هذا المجال هم المنظمين لكن عندهم فرصة اليوم أنهم يجلسون مع بعض أنهم يرتبون أمورهم أنهم يعني يركزون في شركاتهم ومؤسساتهم عشان يعني يتخطون هذه المرحلة الصعبة بصراحة مرحلة صعبة ومرحلة يمكن فيها كثير من الناس سكر شركاته فيها كثير من الناس وقف عن الشغل فيها كثير من الناس ما هو قادر يدفع مبالغ منظمون سوت اجتماع وسوت ندوة أو سوت حلقة نقاش عطوا أهم الخطوط المفروض يعملها المنظم والحمد لله يعني بعد ما خلصت الحلقة هذه بسبوعين الموارد البشرية نزلت تقريبا نفس اللي حنا قلناه وحنا تكلمنا فيه يا سلام وش أها أبرز القرارات يعني والتوصيات أبرز القرارات أنك أنت تحاول أنك تستمر هذا واحد الثانين تحاول أنك تخفض التكلفة عليك وعلى الشركة ثلاثة تشوف الناس اللي انتمنتوا في حاجاتهم اليوم وتعتذر منهم في ناس قفلوا في ناس قفلوا نعم في ناس قفلوا وقفوا خلاص وقفوا ما يقدر ما يقدر ما يقدر ويمكن اللي اللي ينضرروا الناس اللي ما عندهم أرضية قوية إبراهيم اليوم أنت تسوي شركة بس لازم يكون عندك أرضية قوية لازم يكون عندك شيء تستند عليه بكرة لو لا سمح الله صار في هيدروب يعني فما كانوا متوقع اليوم المنظمين ما كانوا متوقع فالمفضل أن يكون عندك أرضية يعني تأخذ احتياطاتك في كل الظروف طيب في مجال التنظيم أنتم شركة متخصصة بتنظيم مسارح والشاشات والمهرجانات على مستوى وكثير من أمارات المناطق شاركت فيها والإقطاعات خاصة في موقف مزعج بالنسبة في إحدى المهرجانات صار لك وفي نفس الوقت أبغى الجانب الآخر برضو موقف كانت ردة فعل أمير المنطقة أو ردة فعل مسؤول يثني على الجهد اللي قدمته وكان موسم كبير مهرجان كبير مثل ثقافة الشباب الإسلامي أي من المهرجان اللي شاركت فيها شركة موفيد عطا موقف أوش المزعج بالنسبة لك وما كانت تتمنى أن يقع هذا الموقف أول شيء الموقف الجميل شركة موفيد نظمت الحدث الدولي الكبير المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017 وهذا كان فيه نوع من التحدي وكان فيه نوع من الثقة التي منحت للشركة الله يمسي بالخير الأمير سلطان ابن سلمان رئيسية السياحة سابقا وأيضا الأمير فياصر ابن سلمان ابن عبد الرعزيز أمير منطقة المدينة منورة كان ثقة يعني أنهم يمنحونا هذا الشرف لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير يعني نحن مسكنا التنظيم مسكنا التجهيز مسكنا مشروع لمدة سنة فالحمد لله بعد ما انتهى المشروع هذا يعني أخذنا جائزة في القاهرة كافة المهرجان 2017 و أخذنا أيضا من هذه السياحة جائزة أيضا التمييز السياحي 2017 فيمكن هذه من الأشياء الجميلة التي تعسف فعلا أنك حققت نجاح يحسب لك و أنت يعني شركة خلينا نقول عمرها ما هو كبير يعني و تعطى مشروع دولي يعني مشروع تنافس عليه الشركات العالمية عشان تستلمه و الحمد لله هذا من الأشياء التي نفتخر فيها إلى اليوم يا السلام عليكم حسنا و الله فخورين في أنه شبابنا اليوم و أساتذة مثلك يتميزون في هذا المجال في إقامة كثير من الإحتفالات موقف فعالية موزع تأخر ضيف تأخر فنان في أبريت هذا لا ما تأخر لا فنان هذا طالع أمرك قبل بداية الحفل بربع ساعة لا خلينا نقول بسلسة ساعة طف الكهرب على الجمهور على الجمهور الحدث في أمير الجمهور حاضر مليان الجمهور على السلام قلنا لا بس نشيك على التجهيزات من هنا طبعا الكهرب لذع مفجر فأنت لازم تغير شسمه الكيبل تغير الشاسات من جديد الطافي قبل دخول الأمير الضيف بعشر دقائق جاء الله الفرج اشتغلت الشاشات شوية شوية اشتغل الصوت شوية شوية ومشت الأمور انت ماذا كهربية تفاعلك قلقية قلقية يعني شوية والله يغم علينا المهندس وافي ذاك اليوم ايه انا اتوقع يعني لو 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 ما اشتغلت الأمور يمكن يصير عندنا مشكلة بصراحة لأنه انت حذر كبير العين عليك شي ما توقع يعني تخيل لما يجي الكهرب يضرب ما لك علاقة فيها أصلا ما لك علاقة وعدت حدت قبل دخول الأمير بعشرة دقائق الأمير ما لاحظ المشكلة لا لا هم جايين اشتغلوا ولا ما اشتغلوا بيش يشتغلوا يا أجمع صبروا علينا عندكم إدارة الزمات عندنا إدارة الزمات وبتفاق الله سبحانه وتعالى فقبل دخول الأمير بعشرة دقائق بالضبط مناسبة عيد مناسبة كبيرة اشتغلت يعني جاب الله الفرج اشتغلت الأمور ولا كان صار شي مع الموقف الجميل اللي عاشها الأستاذ نايف ووافي من أصحاب شركة مفيد زام الشخص كان في هذه الشبكة قدم الكثير من البرامج الإعلامية كنا زامننا هذه فترة سابقة فقدنا هذا الشخص كان من أقرب الأشخاص اللي نايف لكن رح تكلم عن هذا الشخص بعد الفاصل رجعنا لكم في تفاصيل كنا نتكلم في اللقاء السابق طبعاً وفي مرحلتنا نأولى في اللقاء عن نايف وتأسسه لشركة مفيد وأيضاً تكلم عن تنظيم معاض والجمعيات الآن تكلم عن جانب التفاصيل والعلاقات مع الأشخاص والأعداء حلو الهداد وكذلك الأشياء اللي فعلاً لا ينساها أخونا نايف نايف حبيبي أنت زملت في فترة سابقة الزميل الله يتغمده في واسه رحمته والإعلام القدير فهد الفهد رحمة الله عليه أبو عبد الرحمن سأل الله عليه القدير يرحمه ويعوضه جنات النعيم هذا الصديق والأخ يعني الرجل هذا يمكن تربطني علاقة ما أحد يدري عنها يعني علاقة أخوية علاقة خاصة جداً يعني لدرجة أن نسافر من بعض لدرجة أنه يستشيرني واستشيره في بعض الأمور التي نحتاج بعض فيها كان يعني آخر اللقاء بينه وبينه في رمضان قبل وفاة الله يرحمه وكل سنة يسويه نايف وينك؟ والله موجود أنا اليوم أبيك تفطر معي في أحد يا أبو عبد الرحمن قال له أنا هذه العادة السنويذية بيخليها مستمرة وفعلاً رحت وأفطرت عنده يا أخي الرجل هذا كم من المتوفر يوم سنتين أو سنة وعليها تصبح الصباح تلقى قدامك تروح للسوشال ميديا تلقى قدامك تجلس في مجالس يجي ذكرة تلقى قدامك شي عجيب يعني ما تحس أن الرجل هذا فقدته يعني فقدته نهاي دائماً الله يرحمه الموت المسلمين اللي توفى عمين يعزون فيه ويذكرونه بالخير ويديه ذكره لكن الرجل هذا بعد ما مات زاد ذكره إلى اليوم وفاهد الفهيد في بيوتنا توجد ثم في statement شي عجيب ثم ، وفي صورة milliseعة ثمني رأيت تلقى الله يبعدorte الله لك ليس هناك موقف طبعاً ، لم أت هو صبيب عبد الرحمن أخرجتي للأسفل برنامج أخدته، أكثر من برنامج ثلاث برامج أو اربعة برامج تلفزيونية تلفزيونية في القانوة يا سلام إيوه عن smj كان يا أخي جميل فيه إعداده جميل فيه ترتيبه جميل فيه تنسيقه ما تدعمه بعض الناس في البرامج إبراهيم تتعب وصار قلق المعد ما جهز الحلقة والله ما أدري بشوف أبرد لك خفا هذا لا هذا يجيك سكريبت عن الحلقة جاهز ضيوفه جاهزين نايف أنا شايف عيونك جموع وشايف حس أنه أنت كسرت يعني بعد فقدان فهد فعلا فيه خفايح أن ما ندعانها بينك وبين فهد أو موقف أو فيه شيء كان يريدك تقوله قبل ما يتوفى الله يرحمه كان يقولي الله يرحمه وإحسن إليه يقول أنا الوالدة الله يحفظها والدته يقول ما تحبني يقول أبروح لندن أو تزعري إذا قلت أنا أبروح لندن يعني تتضايق ماذا يسر يبقى تروح أنك المدري فسبحان الله يعني وتعرض الحادث في لندن هو تعرض الحادث في لندن نعم حادث دهس وجلس في المستشفى فترة من الزمن وانتقل لرحمة الله سبحانه وتعالى إش كأول ما سمعت خبر وفات في أي منصة وإش لون كانت وقعها النفسي عليك فهد أنا ما أقطع ولا أقطعني إذا ما تصنع لبعض السناب شغال السناب يقرب سبحان الله فمن يوم مشى من الرياض لين وصل للندن وبعد ما جلس في لندن ويومين وأنا بينه بين التواصل ورصي الموجودة ولا مساحتها سمعتني وصلت على الحادث يكلمني أحد من الزملاء أصدق أكذب كيف قال ما أدري ما عندي خبر فيه واحد من الشباب اسمه القفاري الله يذكر بالخير هو الذي يأخذ المجموعة من الشباب وطال عناك وهو مستطيف أبو عبد الرحمن فاتر فيه فكلمته أوليد عمي قلت تعرف فلان القفاري قال لي حيارفها أوليد عمي قلت بالله أرسلي رقمه قال لك مات أو أصار عليه حادث أصار عليه حادث والرجل يعني في المستشفى حالته يعني شوي ما هي بمطمنة كلمت الكباري شلونك حسكت مما يقلت ما أقناهي في الكرشم وشي خبار فهد قال دعواتك يقوله طبعا بالرسائل فكل يوم شيك معه وكل يوم يعطينا نوع من التفاعل كل يوم يعطينا نوع من الإيجابية في حالة فهد وأنا متواصل معه لما راح تضغط عليه يعني يعني يخليك صريح معي يعني الرجل هذا ترى على ثبره مثل خوي يعني يعني أعطنا وش فقال يعني تضايق من هذا السؤال و ما رد عليه الله يذكر بالخير هذا الرجل رجل أنيق و رجل لطيف و رجل محترم فبعدها فترة هو واحد من الزملاء صاحبي في الشرق الوسط في لندن صديق لي فيقول اليوم أنا طلعت من فهد الفيت قررت تغريدته و أنا مسك و نكلم طيب طيب السؤال كلمت بس اسمحت ليكملها يعني فهد يعني كلنا فقدنا فهد صراحة يعني فهد يعني أكثر من مثابة أخوانا زملت كثير في البرامج في كثير من القنوات بس أنه يعني فعلا ترى أنا كود أن أنتقل معك محور ثاني بس أنت أوجعتنا 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 طيب نايف الآن خبر أنه حادث متى قال لك أنه فهد توفى و من هو اللي قال لك؟ اللي قال لي طعمك زميلي اللي في الشرق الوسط يوم أنا زاور فهد في لندن في لندن و كتب غرد حسابا أنه يوم زاورت أخ فهد الفيت و ما اسمه؟ حالته إن شاء الله أنا مطمنة فكلمته قلت أبيك صارحني قال والله يا أخو الوضع ما يطمن الوضع ما يطمن بعد ثلاثة ايام أربعيام وصلنا خبر رفات رحمة الله عليه و حتى يعني كان صدمة للجميع كان صدمة للجميع أبو عبد الرحمن على فكرة صديقة الجميع و أخوه الجميع و لذلك يعني صاحب الخلق الطيب الناس تذكره بالخير في حياته و في مماته و هذا اللي صاير لفهد الفيت رحمة الله عليه حتى بعد ما توفى سوينا لندوى في جمعية الاميون عن أثر الطيب سمينا عنوان اللقاء إعلام القيم فهد الفيت كان مركز على هذا الموضوع و قاعد يخدم الإعلام خلينا نسميه الإعلام المحافظ الإعلام المفيد لكن الرجل هذا له بصمة أنا قلت يا أبو عبد الرحمن أنت قاعد تحرق نفسك في القنوات دائما تطلع كثير بكل قناة فسبحان الله عرفنا اليوم ليش الرجل قاعد يحرق نفسك قاعد يقدم يعني يقدم رسائل لكل الناس كلام يطول في فهد و بها القصة و بها الحدث و المصاب الجلال فعلا فهد يعني من الأشخاص اللي افتخرت فيه شبكة المجد في يوم أنه كان مبدع في يوم و كان له حضور في يوم و كان نجم في يوم و كان الموجه والأب والخلوق و الإعلام القدير رحمة الله عليك يا أخي فهد بس نتسألناك السؤال لأنه نعرف أنه فيه علاقة أنت بعدها و قفت عن إخراج البرامج فترة ثم عققت إلى هنا هنا في البرامج مستمرين في إخراج البرامج مازلنا موظف التلفزيون مستمر طيب صالح العريض أيضا لك علاقة معه كبيرة أبو تركي تخلى عنه كثير من الزملاء والمشاهد ماذا يستحق منه هذا الرجل أنتم كأقرب الناس له الله يمسي بالخير أبو تركي الكبتن القدير المشتاح صالح فقدنا شخص آفاد الفهيد و معنا شخص أطال الله بعمره كبتن صالح و كلهم زاملتم طبعا ماذا ينتظر منه صالح هل ننتظر منه أثر عشان نتكلم معه في هذه المنصة إذا تكلم عني أنا نايف مثلا أو الوافل قحطاني زملاء صالح الذي يشتغلون معه نحن بادرنا بعدة مبادرات و نعتبرها صغيرة كرمنا في جمعية الإعلاميون و كرمنا في المدينة عاصمة السياعة السلامية 2017 و هذا ما هو منه منه هذا حقه واجب أنا أقول صالح العريض لو نرجع للوراء أول من أسس الترفيه اللي حنا نعرفه صالح العريض أول من أسس البرامج و المسابقات و الفعاليات صالح العريض أول من أسس الفرق الترفيهية اللي بدت قبل الترفيه صالح العريض كثير من الإعلاميين اللي موجودين في القنوات يمكن أنا و إياك نموذجين موجودين اليوم على قدام المشاهد بدينما صالح العريض صالح العريض مهما قلت أنا يا نايف في هذا الرجل لأنه في حقه وأعتقد أنه فيه تكسير منه أرغم هذا كله في حق هذا الرجل لترجع أن الرجل فترة من الفترات يعني فاقد الناس فاقد الأحباب فاقد العالم اللي ما قصر معه يا رجل صال هذا العدد كان يمرني أنا ويا فهد غانم يوم كنا أطفال يأخذنا من بيوتنا ونروح للإستوديوهات نصور ويرجعنا لبيوتنا من اللي عنده جلدي يا أخي أروح مره هذا في إسكان الحرس ووطني ومره هذا بالسلي وأطلع ورح أديهم الهلية ويرجعهم كان رجل حريص علينا بشكل طبيعي أنا فكرت تعلمنا منه كثير تعلمنا منه الإعداد تعلمنا منه الإخراج أنا يوم لقائي في المقابلة الشخصية الوظيفية في الإخراج أو الدورة الدبلوم كل المعلومات اللي أنا جاي و أنا واثق من نفسي أني أقدر أقدر أقدم شيء وأجتازها المقابلة من مين؟ يا سلام علي كلام كبير من شخص كبير وخلوق ومتواضع ومبدع مثلك أنا نحن الجمال مع الكلام وجمال الحكي معناف لا يمل لكن نشكر كنايف بس قبل الختام الله يبارك بنشاهد صورة نبيك تقول كلمة لهذا الشخص عطونا صورة يا شباب أبو فهد وش تقول حيو الله على العين أبو فهد حلو أن الواحد حب نفسه يعني وش أقول طيب وش تقول عن نفسك يا نايف أول شي يقول الحمد لله و الشكر لله على ما تحقق لي في هذه الحياة يا سلام من إنجازات تسميناها و هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى الإنسيان في هذه الحياة يحتاج التوفيق يعني فيه ناس تقرب في الليل و النهار ولا تحصر شيء و فيه ناس متوكلة على الله سبحانه وتعالى و قاعدة تشتغل و إن شاء الله نوايها طيبة و الله سبحانه وتعالى يفتح لها بفن أنا أقول نايف الكرشمي موفق من الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور في حياته في كثير من الأمور سواء على مستوى العملي سواء على مستوى الأسري سواء على مستوى العلاقاته مع الناس سواء على مستوى التنظيم و الشغل اللي يشتغل فيه سواء على مستوى العلاقات الإنسانية معك مثلك و شرواك و الزمل الآخرين وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى مستمتعين معك نايف وكلامك جميل وممتع كان ضيفنا فيه تفاصيل نايف الكرشمي سمعنا منه قصص وحدات ومواقف وفقدانه للزملاء في هذا الوسط شكرا لك نايف الكرشمي فيه تفاصيل وإن شاء الله تكون معنا إن شاء الله نكرر الزيارة مرة آخر شكرا الحبيب إبراهيم والله يعطيك العافية وإلى الأمام دائما أنت أساسا جميل برامجك ممتعة وأنا أتشرف أن يكون ضيف اليوم شكرا لكم مشاهدي كرام على الحسن المتابعة أبراهيم المعيد ودعكم علامة اللقاء في حلقات قادمة من تفاصيل وحدات وقصص إلى اللقاء